طيب بسم الله يعزيني نعرف بقى ايه اكبر المشاكل اللي بتجهك في تصميماتك تمام يلا بينا طيب السؤال الاول بيقول انا مش بعرف هستخدم الفونت المناسب في تصميماتك سهلة جدا على فكرة تعال هقولك ازاي ده السؤال التاني نفس الموضوع ثالث رابع الله 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 ده ما بقيتش مشكلة فرض ده بقيت مشكلة شعب بيبقى تملقه بس خلالي اسألك سؤال قبل معود على الكرسي ونبدأ الحلقة بتاعي عمرك جيت وانت بتقلب بموبايلك كده ومسكه مثلا واقفت على تصميم كل العناصر اللي فيت هرسيت قبل كده طبعا لا دايما عينك بتروح على التصميمات المختلفة والجديدة وده الطبيعي على فكرة في كل البشرين العين دايما تحب تشوف الحاجة المختلفة اللي ما تقررتش ولد هرسيت قبل كده فحضرتك لما تيجي تستسهل وتختار صور قديمة او فونتات قديمة لتصميماتك لانك انت حضرتك مكسل اصلا تشوف ايه الجديد اللي حواليك مش مطلوب منا غير انك تصلي على النبي في البداية تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة علشان خاطر ميفوتكش اي حاجة وبس كده بينا على الحل طيب اي رأيك نتعامل كأننا فتحي اللايف زي ما عملنا قبل كده في الدروس السابقة وهبقى مش مرتب اي حاجة علشان لو في مشاكل ظهرت تبقى فاهم بقدر اتخطها ازاي بدون اي منتاج ولا كلام كتير فالله فعلا مش مجهز اي حاجة فيالله بينا نشوف هنعمل ايه نفتح مقاس ونبدأ نجرب وهفهمك كل حاجة بالتفصيل ولكن عايزك تصلى على النبي قبل اي حاجة وتنزل تعمل كومنت كده ما تكسلش يعني اللايك اللي مطفي اللي تحت الفيديو لانو نورته صبعك مش هيوجعك مش هيحصل لك حاجة لا تقلقش المهم تعالي نفتح مقاس طول شوية هبدأ اشتغل على سبيل المسال الفين عرض في الفين ثمنمائة سيد ارتفاع مش هتفرق خلص فاهم يعني انت برحتك في موضوع المقاس دي احنا بس هنجرب او هنفهم ازاي نختار الفونتات المناسبة طيب انا في البدايات علشان افهم اختيارات الفونتات المناسبة بتبقى مش هي ازاي فالطبيعي ان انت لازم تبص على ديزاينات كتيرة برضو وتركز مع البراندات اللي حواليك وتبقى فاهم هما بيستخدموا الفونت دا امتى وفيل لان البراندات طبعا بيبوا جايبين مصممين خبرة جدا ومش عيب اطلاقا انك تتعلم من حد يكون قدم منك او فاهم في اي حاجة انت مش فاهم فيها عادي جدا تمام؟ طيب لما تجي تروح على فيسبوك ونبدأ نفتح باجي زي فودا فون او حتى وي لما تجي تبص هتلاقون ان هما بيعملوا حاجة تقريبا واحدة اللي هو ايه بقى؟ لما يجي يتكلموا عن حاجة مثلا سواء عرضة او ايا كان هتلاقي ان معظم الكلام اللي بتكتب بتكتب بفونت يكون فورمل قوي وسيمبل شويتين ولكن السلوجن بتاع الموضوع لازم بتعمله طيبو يكون شكله احترافي اكيد انت شفت الموضوع ده كتير جدا مثلا يعني زي ما انت شايف كده كل الفونتات ممكن تتحط بفونت واحد عادي جدا او ولكن بيبقى فيه طيبو كده هو اللي بيجزب عينك في الاعلان حتى في الاعلان الاخير دوت برضو هتلاقي نفس القصة كده اللي هو الطيبو لازم بيكون شكله كده فانت لما تيجي دلوقتي تشتغل على دزاين لازم تبقى فاهم امتى استخدم الطيبو اللي فيها لعب وامتى استخدم الفونتات السيمبل وامتى استخدم الحاجات دي كلها وازاي اصلا حمل الفونتات الجديدة واجبها منين تمام كل الاسئلة دي هجوبك عليها وخيرين نشتغل الموضوع بطريق عملي بدون مرتب او نكون مجهزين اي حاجة زي ما اتفقت معاك تمام ده كده المقاس اللي احنا اشتغلنا عليه تمام اول خطوة هابدى اقول لك ازاي تحمل الفونتات لو انت راجل دلوقتي مثلا مش بتعرف ازاي تحمل فونتات جديدة او ايه الفرق ابن القديم الجديد اساسا طيب لو جيت هنا تمام وروحت على موقع عرف فونتس اللي هو بالشكل ده وابتديت تخش على الموقع طبعا انا شرحت الموقع ده قبل كده ولكن للناس اللي لسه دخلة جديد هتبقى تبقى عارفة بس الموضوع بيتم ازاي لما ديجي تنزل لتحت هنا كده هتلاقي ان اجدت فونتات بيضيفها الموقع عنده هي اللي بتبدأ تظهرلك تحت كده بدون ما تخش على اي كلام من اللي قدامك ده اهو فحتى بص الفونت ده شكله حلو ده برضو شكله كويس غالبا هو نفس الفونت ولكن بثلاث اوزان مختلفين تمام وهنا هتبدأ تخش في صفحة رقم اتنين هتلاقي برضو فونتات مميزة وجديدة تمام ولو انت عايز فونتات معينة بقى هو هنا مقسم لك كل الكلام ده اللي هو خطوط عربية جديدة خطوط قنوات وشركات خطوط مش عارف الرقع الحاجات دي كلها تمام طيب انا برضو يا عم احمد حملت كل الفونتات وبردو لسه مش عارف هستخدم من فين تفقنا هقول لك كل الكلام ده طيب تعالى دلوقتي حالا نبدأ نروح على موقع زي ادوبستوك وهبدأ اكتب له على سبيل المثال تمام لازم تبقى فاهم حاجة مهمة جدا دلوقتي سواء المطاعم او الكافيهات او الملاهي او اي مكان بيدل على الرفاهية والانتخة والارتياح يعني تخيل دلوقتي انت داخل تاكل فالطبيعي انت تتبقى مبسوط جدا وبيحصل لك كمية انشكاح مش عادية بعدها بتخلص اكله بتروح على الكافيه بتشرب لك فنجان قهوة بيروق مزاجه فالاماكن دي اماكن طرفهية هنا احنا بنبدأ ان نستخدم فيها الفونتات الحرة اللي فيها لعب وحركات علشان يبدأ يعكس لك الموضوع نفسه في ام تاني بعكس مسلا ان احنا بنتكلم عن حاجة مهمة زي مسلا شغل العقارات او شغل الدكاترة او الحاجات اللي هي بتبقى حاجات فورمل شويتين بنبدأ نستخدم فيها فونتات تكون شويتين علشان ده مجال ما فيهوش الرفاهية اللي انا بقول لك عليه تمام هي واحدة واحدة هتيجي معاك ما تقول لاش تمام تعال بعد دلوقتي حالا نبدأ نستخدم اي صورة من الموجودين وهبدأ اقول لك هنعمل ايه طيب على سبيل المثال مسلا يا سيدي دي صورة تمام هنعملها لمطعم اسمه كومبل مسلا انا بحب اسم المطعم ده لانه هو مطعم جنبي يعني فبصراحة بيروق عليه في البتزا فاحنا ايه هنبدأ نعمله ودزاين سريعا طبعا الزكاة الاصطناعة هنا هبدأ بس ازبط كده ايه عشان املى بيها المئاز بتاعي ودي ميزة الزكاة الاصطناعة زي ما قلت لك كتير ان هو بيزبط معي الحاجات البسيطة علشان بتاخدش مني وقت طب يا سيدي كملت الصورة اهو تمام تعالي بقى هبدأ اقول لك وفهمك الفرق ما بين ان انا استخدم فونت يكون في لعب وحركات في ديزاين ليعوا رقب الاكل او المشروبات والفرق ان انا استخدم فونت سيمبل تمام دلوقتي انا هبدأ اجرب معاك هبدأ اكتم مسلا كومبو لهو وهبدأ اختار معاك فونت زي فونت بلبيلو طبعا الفونت ده مشهور جدا بالشكل ده تمام طيب لما تجي تبص كده هتلاقي ان الفونت في حاجة مش مزبوطة شويتين اللي افضل برضو انك تضيف عليه اللمسة بتاعتك يعني ايه اللمسة بتاعتك طيب خلينا نبص بس على حرف الكاف كده لما تجي تبص هتحس ان هو صغير شويتين عن باقي الحروف طيب ابدأ اعدل ازاي اصلا واضيف اللمسة بتاعت اللي انت قلت عليها عن محمد والكلام الكبير او اللي انا مش فاهم منه حاجة هقول لك دلوقتي هتبدأ تدوس كليك مين على اللير وهتعمل انت كده متاح تعدل في اي حاجة في الفون تمام ولكن بلاش تصغر وكبر عشان الكلمة متبكسلش تمام لان انت كده خلاص فكتها فخلينا بس ايه هنبدأ نروح للماجيك تول وهبدأ اعمل على حرف الكاف لوحده وهبدأ اجيب المفتول اهو وهبدأ بعد كده اتحرج بالكاف ده اهو اكبرها بقى اخليها كده خليها كده المهم ان انا برحتي خالص تمام فهو هنبدأ نخلي الكاف على سبيل المثال بالشكل اللذيذ ده طيب النقطة دي ممكن نعمل عليها ونبدأ نكبر فيها شويتين الميم هنا ممكن نعمل عليها وبعد كده هات الورب وابدأ مسلا تحرك كده بص اللي هو لو انت عايز تعمل ايه شوية حركات ولكن يفضل ايه من زودش يعني متبقاش اوفر بقى في كل حاجة اهو على سبيل المسال احنا نفخنا الجزء ده يبقى احنا هنعمل تسلكت على الجزء ده مع الكاف وبرده هبدأ انفخهم كده من الجنب ده حربة موضوع انفخهم ده طيب هنبدأ ننفخ فيهم كده بص زي الفون فون فخ ونفخ ما تقلقاش اهو فاحنا ايه لحد ما تحس ان الامور بقت تمام طيب على سبيل المسال يا سيدي انا شايف ان احنا كده زي الفل طيب دلوقتي البتزا يعني جبنة تمام برضو لازم تبقى فاهم التريكات البسيطة اللي انا بشتغل بها في شغلي والله يعني دلوقتي لما بلايه مثلا بيتزا يعني فيها جبنة طيب احنا ممكن نحط على الفون بشكل الجبنة فيدينا شكل حلو صح كده ولا انا بهبط صح كده طيب تعال نشوف تعال نجرب تعال نفتح مثلا فريبك وهنبدأ نكتب له هنا مثلا تكس وهبدأ حط كلمة جنبها بالشكل ده طيب زي الفل ده فتح لنا مغارة علي بابي طيب تعال نفتح كده مثلا الافكت اللي على الشمال ده بص شكله حلو طيب تعال نعمله ده ولوده هنجرب يعني انا كده كده هجرب معك لو مزبطيتش خلاص طيب هفتح الملف اهوه وطبعا هيفتح معي على فوتشوب لانه هو مكتوب بيز دي تكس تيفكت بالشكل اللي قدامك ده زي ما قلت كتير برضو في الدروس اللي قبل كده اي تكس تيفكت انت بتحمله وبتلاقي ان في لير بتكون مخفية بالشكل ده او بيكون لنا اسود زي ما هو ظهر كده وانا واقف على الماوس طيب بمجرد ما دوس دابل كليك هيبدأ يفتح للكلمة بدون فكل اللي بعمله ان انا بخلي الفونت بتاعي باللون الاسود نفس القصة مسلا اهو وببدأ اشد الجملة بتاعتي دي مسلا هنا اقبرها شوية وهاخفي الليير الانجليش وهبدأ اقفل الصفحة واعمل اس ما بعملش اي حاجة تاني وهيبدأ يرجعني على الدزاين الاولاني هبدأ اروح بس هنا عند الافكت فوق اهو هلاقي ان الافكت تطبق بدون ما عمل حاجات كتير تمام ايه دي الفكرة بقى من القصة فانا هبدأ اخفي الكلام اللي مالوش لازمة اهو وهاخد بس الافكت علشان يبقى خفيف معي هبدأ اعمل كليك مين وهعمل على الكلام ده كله اهو علشان تبقى لير وحده وبعد كده هبدأ اشد الجملة بتاعتي على الدزاين فبص كده كمية الجمدان هنشيل بقى لير السودة خلاص اهو تمام هتلاقي ان الموضوع شكله محلو قوي طيب قطي لي بقى ايه شوية الحركات بقى بتاعتك اللي هو مسلا احنا ممكن نجيب كده ونبدأ نرسم ط طبعا الحاجات دي عملناها كتير قبل كده احنا ممكن ايه عادي يعني نعملها مرة كمان اهو اللي هو الرسمة اللي بتبقى مسلا بالشكل ده بين طول ولو عايز تزبط حاجة بتثبت ايدك على الكنترول وبتبدأ توسع او تزبط كده بالشكل ده اهو طبعا ما بسيبش ايه دي من على الكنترول وبعد كده باجي هنا هدوس على الت وعدوس على النقطة دي علشان ابدأ الزق الاتنين في بعض واعمل بعد كده هروح ان تختار ممكن اللون الاحمر الغامق تمام وهبدأ اعمل نيولير فوقها وكن الترول جي علشان ادخل النيولير دي جواها واجيب اداة هخلي اللون ده يكون الاحمر الفاتح علشان لما شد من اليميل للشمال يديني اضاءة كده واضحة بالشكل ده وده هيديني شكل حلو في الكلمة او هيكمل معي شكل بشكل رائع اوي طيب خلينا نكتب تمام مش هتفرد لو انت عايز تخليها بنفس الفونت او اي مكان بقى تمام اهو مثلا بالشكل ده ممكن نمسكهم كلهم نتبر فيهم كده اهو ممكن نعمل حركة حلوة اوي نطلع فوق خلص نجيب البنتول عشان نكمل الرسمة دي يعني مسلا هي المفروض جاية من قدام يبقى المفروض ايه في لفة جاية من وراء يعني انا مسلا هاجي من هنا كده وهبدأ ارسم الشكل كده اللي هو اي هيبقى كده اهو اهو هتفهم دلوقتي انا عايز اعمل اي اتركها بسيطة لو عايز تعملها يماشي مش عايز براحتك اهو وهبدأ اخلي اللون هنا يكون الاحمر وهبدأ اقربهم من بعد يبقى انت لما تيجي تبص كده هتحس ان هم كأن الجزء الاحمر ده لافف من حوالين الكلمة بالشكل ده طيب كده احنا عمل عنوان الموضوع بفونت شكله حلو متماشي مع الليلة كلها تمام بيبقى فيه حاجة اسمها اللي هو ايه بقى هتاكل صابعة قروها طعم يختفق مش عارب ايه الحاجات دي بقى تبقى نحتاجة فونت كده ايه اللي هو برضو ببقى فيه شوية لعب وحركات هقول لك دلوقتي الفونت ده اسمه ايه مش هتقدر تقومها نصلا هنستخدم فيها فونت اه زي ده يعني بص بقى لما تيجي تحط مثلا حاجة زي ده اهو او طعم يدهشة او طعم يختفق وهنبدأ نحط ت نقط كده بالشكل البسيط ده بص بقى بص الحاجات اللي هي كأنها ايه توقيع كده حاجة كده سيمبل كده بسيطة بص تزبط معك الاداء طيب اعمل لي كل الكلام ده في جروب الفونت بكل الكلام ده ممكن ان خليها تبقى اميل شوية بالشكل ده فبص كده بص كده الكلمة مع الافكت مع الفونت البسيط السيمبل اللي تحت هتحس ان الموضوع ما فيهش اي ازعاج بصري على اطلاق انت عينك مرتاحة ومبسوطة بالشكل اللي انت شايفه تمام طيب لما تيجي مسلا نعمل بق مسلا عشان اكمل لك الاعلان اهو مسلا هنبدأ نكتب رقم صغانتوت كده وهبدأ تحتها هبدأ اكتب مثلا وهبدأ اوسع ما بين الحروف وبعد كده هنبدأ نصغر الجملة دي وهنبدأ بعد كده نحط سماعة صغانتاتة كده جنب الرقم اهو وممكن نعمل على الرقم ده ونزود او نكبر حجمه كده وبعد كده نخلي اللون بتاعه يكون لون تاني اهو بالشكل البسيط ده تمام يبقى لما تيجي تمسك الارقام مش عارف ايه تخليهم جروب وتنزل بهم لتحت شوية وتزب بعد كده هتلاقي ان انت عملت اعلان اصلا اهو بابسط طريقة والشكل حالو والموضوع تمام الاعلان اصلا ممكن يمشي معك فنوس جانبي او استاند على الطريقة او حتى فلاير ايدي كل الحاجات دي متاحة هتلاقي شكلها حالو حتى مانيو يعني حتى لو انت عايش تستخدمه في اي حاجة تمام طيب كده انت فهمت ان الفونت اللي فيه حركات بيبقى متماشي مع شغل المطاعم بعكس ان احنا بقى نشيل كل الكلام ده ونبدأ نكتب بالفونت الاساسي بتاع الفوتوشوب العادي جدا تمام او ح حتى لو انت عايز تطور شوية وقمت مستخدم فونت مثلا زي الفونت ده فلما تيجي تبص كده هتحس ان الفونت مش ماشي مع الموضوع مش ماشي مع الاكل ما ينفعش الفونت ده يبقى هنا ولكن ينفع يبقى في حاجات تانية زي ما قلت لك شغل الاعلانات وان انت لما بتبقى بتتكلم عن عرضه معين فانت بتقوم حتاك فونت زي ده يكون سيمبل وعلى فكرة الفونت ده الفونت الرسمي لجميع برندات مصر هتلاقون بيشتغلوا بكتير جدا ده انه بيتحط في الحاجات اللي انت فعلا عايز تتكلم عنها بشكل يكون طويل شوية ويكون فونت مريح للعين فهمتني يبقى انت لما تيجي تتكلم عن حاجة فيها كلام كتير استخدم الفونت ده اللي هو اهو اسمه دي مجموعة اصلا هتلاقى مجموعة كتيرة تمام لما تحب تتكلم عن المطعم او الكافيات او الاماكن اللي فيها طرفية خليك في الفونتات الحرة وهديك دلوقتي شوية اسماء فونتات حرة كويسة جدا تعال نبدأ نفتحهم ونشوفهم مع بعض لو روحت على جوجل هنا وبتديت اكتب مسلا خلاص احنا ع تاني اسمه عبدو اهو فونت بالشكل ده اكيد انت شفته برضو الفونت ده عادي انت بتخش بعد ما كتبت بتخش على اي موقع بتلاقي كلمة تحميل بكل سهولة اهي موضوع سهل يبقى كده عندنا ده تاني فونت تمام عندنا مسلا فونت اسمه هنكتب وافي فونت اهو فونت ده برضو حلو جدا في موضوع الفونتات الحرة عندنا كمان سلطان ده برضو فونت جميل اهو هتلاقي شكل بتاعه كويس جدا عندنا كمان مسلمة ده برضو اهو فونت جميل تمام? طبعا كل الفونتات ده انا احافظها لان انا بقى لي فترة في المجال فده بيساعدني ان انا ابقى عارف الفونتات اللي عدت علي ايه والكلام ده كله. تمام? فانت كده معاك كل حاجة. ازاي تحمل ازاي تبدأ تفهم انت بتستخدم الخطوط امتى وفين? كل الكلام ده بقى معاك حلوله دلوقتي. اتمنى اتمنى ان ما فيش حاجة تكون صعبة في اللي قلتها اطلاقا. واتمنى كمان ان انت ما تبخلش علي بيشتراكك في القناة وكومنتك التشجيع اللي بيفرق معايا جدا جدا. طيب قبل ما سيبك امش فيه حاجة اهم بقى من كل الكلام ده. عرفت ان كورس حمدي بقى متاح دلوقتي بخصمه مميز والعدد محدود. احاول تلحق مكانك لان في ميزة قوية دلوقتي بقت موجودة وهي ان فيه دروس بقت بتنزل مضافة مع الكورس. تمام? هسيبك مع الفيديو التسويق اللي قال من دقيقة. واشوفك في الدرس الجديد بازن الله. يلا بينا. فكرة انك تلاقي كورس واحد بيشمل اربع كورسات دي شبه مستحيلة تقريبا. ولكن ده انا حبيت اقدمه لك لان حابب اساعدك وكون معاك خطوة بخطوة. بص بقى يا سيدي كورس حمدي بقى متاح دلوقتي تقدر تطلبه بخصم مميز جدا جدا لعدد محدود. يعني يا تلحق يا ما تلحقش. اول كورس هيكون السوشيال ميديا اللي بنشرحها من الصف لحد ما تكون فاهم جميع اساسيات وفنيات التصميم. وهنحل ابرز المشاكل اللي بتواجهك زي الاصل وتنسيق الاروان واختيار الفونتات المناسبة وتحميل الصور واي مشكلة ممكن تختار على بقى. سانيا كورس المطبوعات. واللي هتلاقي فيه جميع المطبوعات الورقية او اللوحات الاعلانية اللي ممكن تيجي على بقى. سالسا كورس التسويق الزاتي واللي هعلمك فيه ازاي تجيب عملة وازاي تسور لنفسك وازاي تحدد اصحار تصميماتك وحاجات تانية كتير جدا. رابعا واخيرا كورس المونتاج واللي هعلمك فيه ازاي تعمل المونتاج زي ما هو بيحصل قدامك دلوقتي والاطعاط والفواصل والتلوين وكل الكلام ده. والمفاجئة بانك بتاخد شنطة خمسين جيجا ملحقات ملفات وفونتات وتصميمات مفتوحة وفيكتور وحاجات كتير جدا جدا. ده علشان يساعدك طبعا. طبعا انا ما قلتش 30% من مميزات الكورس حرفيا. وده بسبب وقت الفيديو. ولكن لو حابب تعرف التفاصيل الكاملة هتلاقي رقم واتساب ظهر قدامك دلوقتي تقدر تواصل معي عليه او هتلاقي لينك تحت في الديسكريبشن وتضغط عليه هيحولك اوتوماتيك هناك وهناك هبدأ اقولك على كل التفاصيل. يلا بينا.